في المقام الأول وأنا بتكلم عن المرحلة اللي جاية النادي الأهل عنده مباريات مهمة جداً وحاسمة في الفترة اللي جاية وقلت الكلام ده الإسبوع اللي فات إن المباراة اللي جاية بتحمل سلاس بطولات بنتكلم عن الدوري وكأس مصر الموسم الماضي وكأس مصر الموسم الحالي الأهل يتخطى فريق المصر بيستلوم وتأهل لدور الستاشر لكن لسه عنده مباراة بيرامدز يوم ستة وعشرين ستة في كأس مصر الموسم الماضي وإن شاء الله بإذن الله إذا الأهل فاز وتأهل هيواجه بترجيت في أول شهر سبعة في الدور قبل النهائي في انتظار بالتأكيد الوصول للمباراة النهية ومواجهة الزمالك في نهاية الكأس العام الماضي وفي نفس الوقت عندك مباراة فاصلة في الدوري الموسم الحالي أعربهم بالتأكيد بخلاف مباراة بكرة يوم الحد اللي جاي مباراة القمة أمام نادي الزمالك ولكن أنا هتكلم على المرحلة الجاية بصوا كده التواريخ الأيام مشت ازاي النهاردة احنا نتكلم التلات بكرة اللاربا ماتش أسترن كومبني الحد اللي جاي ماتش الزمالك اللاربا ماتش المحلة الحد ماتش بيراماتزي في الكاس اللاربا ماتش سموحة يعني احنا بنتكلم في أقل من أسبوعين عندنا خمس مباراة مهمة جدا بمعدل كل 72 ساعة أو كل أربع مباراة أو كل أربع أيام مباراة وبالتالي التوقيت محتاجين في الجمهور يدعم ويركز مع الفرقة في الفترة اللي جاية وما يكونش فيه أي وسيلة فيها انتقاد أو أي وسيلة فيها أي حاجة سلبية لأن ده بيبقى لي تأثير عكسي على المنظومة خلال الفترة الأخيرة وأنا هستعين بحاجة اتكتبت النهاردة في الصحف المصرية أو في الصحف القوامات تحديدا صحيفة الأخبار اندلت بتدل على أن يا جماعة الجمهور لازم يتعامل مع ملفات الكورة داخل النادي الأهلي بشيء مختلف تماما عن الفترة السابقة فكرة أن اللعيب ممكن ما يكونش موفق في مباراة فأكسر فيه وأتكلم عليه بشكل سلبي ونفس اللعيب ده لو لعي مباراة كبيرة أطلع به لسابع سماء الجمهور دوره أن يقف في ظهر الفرقة في أي فترة من الفترات وعلى مدار الموسم ويوم ما يكون الجمهور زعلان أو متدايق تنتظر في النهاية النتيجة النهائية ليه بقول كده؟ لأن في المقابل بيشوف فرق بتكسب بصعوبة وبتتخطى مراحل صعبة جدا في أدوار الكاس بالإكستراتايم ومحدش بيعلى ومحدش بينتقد في المقابل تبقى أنت على مدار سنتين جايب 8 من 10 جايب 9 من 10 غيرك جايب 2-3 من 10 ومحدش بيعلى أنت جايب 8-9 من 10 وفيه ناس بتساعدك على أنك فكرة فكرة أنك تقصر وتهدم وأن احنا خسرنا كل حاجة لا الفترة اللي جايه بتكلم على مباراة بيرمز في الكاس وبتكلم على مباراة الزمالك لكن في نفس الوقت أنت عندك جهاز فني مؤقت بيشتغل للفترة اللي جاية والجهاز الفني ده دور الفترة اللي جاية أنه يسلم المهمة على أكمل وجه للجهاز الفني الأجنبي اللي هيتم التعاقد معاه خلال الساعات اللي جاية وبالتالي دورك أنت هنا كجمهور أنك ما تنشغلش تماما بأي كلام سلبي بتقال في أي قناة أو أي برنامج ما تشغلش بالك تماما بأي كلمة سلبية بتتقال على تقييم لاعب في الفترة الحالية كل دورك أنك تبقى واقف في ظهر الفريق كل دورك تبقى واقف في ظهر اللعيبة كل دورك تبقى واقف في ظهر الجهاز الفني زي ما بقول فيه فرق بتكسب بصعوبة فيه فرق بتعمل نتائج سلبية كتير وفرق بتنافس ومع ذلك ما بشوفش أي انتقادات أو عوامل الهدم اللي ممكن تساعد أن الفريق ده يفقد نقاط كتير أو يبتعد عن المنافسة بل بالعكس بشوف نقاط إيجابية الناس بتذكرها رغم أنها سلبية عشان يخلي في المنافسة معك وانت في نفس الوقت تشغال في فكرة اللي انت عمال يعني تدوس جامد على الناس عمال تدوس جامد على اللعيبة عمال تدوس جامد على الجهاز ليه بقول كده النهاردة بتاريخ السلساء 14 يونيو 2022 صحيفة الأخبار والقسم الرياضي النهاردة فيه منشط بالنسبالي على المستوى المهني كان غريب جدا وعلى المستوى الصحفي غريب جدا احنا برنامجنا اسمه ترند ترند يعني ايه يعني بنشوف كل الأمور اللي على السوشيال ميديا ايجابية وسلبية وبنتطلحها وبنتكلم عليها المنشط بيقول اخيرا موسيماني يرحل عن الاهلي بالتراضي اخيرا هو موسيماني يهرب ورجع وبعد كده تم فسخ التعاقد معه او خسر ست سبع بطولات مع الاهلي فتم فسخ التعاقد معه ايه المغزى من كلمة اخيرا اخيرا ده هنا انا عايز اوصلها للجمهور انك طول ما انت بتكسب شغال انتقاد شغال دايما كلام سلبي عن اللعيبة وعن الجهاز وعن الادارة وانت واخد اتنين دورة ابطال افريقيا من اخر الى ثلاث بطولات صاعد مرتين كاس عالم اندية واخد برونز واخد اتنين كاس سوبر افريقي طموحك كنت بتنفس ريال مدريد على اقصر تتويجا فبالتالي كلمة اخيرا دي فيما معناها ان انت قد نتاجها كلها سلبية انا بتكلم عن الاطار العام الاطار العام اللي هو يخص النادي الاهلي ما المغزة كاسلوب مهني او كمنشط صحفي ان اقول في المنشط وجهة نظر اقول فيها اخيرا موسيماني يرحل عن الاهلي بالتراضي واحنا بقنا ست شهور او بقنا سنة الراجل عايز يمشي واللي دارة متمسكة واللي دارة عايزة تمشي والرجل متمسك كانش فيك كلام ده الراجل كان لغاية تلاتين خمسة بيلعب نهاية دورة عبطال افريقيا والامور كانت تمشى بشكل كويس جدا ممكن يكون عندك بعض الامور الفنية بتحاول تعدلها ده شيء طبيعي انك عندك نص متخصصة في المجال ده فبتشتغل على فكرة التطوير دايما وده موجود في كل حتة واي اجتماع بيتم او اي اجتماعات بيتم على مستوى الجهزة الفنية الهدف منه التطوير لكن فكرة اخيرا دي هل دي وجهة نظر كاتب الخبر او اللي عامل المنشطة النهاردة في الاخبار انا مش فاهمها وبعدين عشان مظلمش اللي كاتب الموضوع النهاردة برضو دخلت قريط التقرير بشكل كامل عشان افهم كلمة اخيرا ما يمكن مثلا يكون تصريح لمصدر او ممكن يكون سارد بعض التفاصيل الخاصة بالاجتماعات الفترة الاخيرة فقال اخيرا ان نلاقي جملة في الموضوع تستحق هذا العنوان مش موجودة اخيرا مسيمان يرحل عن الاهلي دي رسالت للجمهور شفت انت وصلتوا الناس في النهاية وانت بحقق كل البطولات دي لما تعلق على رحيل المزير الفن للأهلي بتقول ايه بتقول اخيرا هل تتخيلوا شفت دور الجمهور والسوشيال ميديا ازاي بيقدر بيبقى صانع لخبر او منشط زي ده ويدي المساحة ان منشط زي دي تقال على مدرب ماسك الاهلي او على الاهلي لما بيمشي مدرب فيه اندية بتتعاقط في السنة مع مدرب واثنين وثلاثة وما بنلاقيش المنشطات دي فيه اندية بتبقى ماشية بخلافات ومشاكل مع مدربين ووصلة لشكاوف الفيفا والمحكمة الرياضية وبنشوفش المنشطات دي المنشط ده رسالة مني لجمهور الاهلي عشان الفترة اللي جاية حافظ على شكل النادي وعلى شكل الجهاز الفني واللعيبة في الفترة اللي جاية وقف دايما في صف الفريق وما تكونش انت اول عامل تساعد الناس ان هي تنتقد الادارة او اللعيبة او الجهاز بالشكل ده دي رسالتي للجمهور لان النهاردة لما لاقي منشط زي ده اعتقد ده هيبقى ضغط على اي جهاز فني يشتغل في الفترة اللي جاية واي يمدرب اجنابي لما يقرأ اللي كتب في الصحافة في الساعات الاخيرة ويشوف المقياس اللي تم على اساسه هجوم الجمهور عليه او هجوم وسائل اعلامة عليه في ظل ان تخط محاقة نتائج كبيرة الف بها يقولك البيئة اللي ما ممكن اجل اشتغل فيها ويا دايما فيها كل المشاكل وكل الضغوط والجماهير حتى ضغوط بشكل كبير على الاجهزة الفنية في ناس ما بتقدمش نص اللي بيقدموا النادي الاهلي والناس بتوفر لها الاستقرار والاستقرار بيتوفر في العامل الاول من اراء الجمهور والسوشيال ميديا يعني اخذوا بالكو وحزاري من المرحلة اللي جاية لان بالشكل ده لو فد الجمهور بينتقد وسامح للإعلام والصحافة توصل بنا المرحلة لما الاهلي يشكر المدير الفني والمدير الفني يطلع بيان يشكر فيه ادارة الاهلي والشكل كان مبارح اعتقد مفيش حد يشتغل في القرى المصرية او مع النادي الاهلي تحديدا وبيطلع باي كلام سلبي الكل بيطلع في النهاية شيك هند الكل بيسلم على وعده وفي النهاية الصورة بتبقى شكلها لطيف وظريف فما تخلوش حد يوصلنا المرحلة ان يكتب اخيرا في منشط صحفي على رحيل مدرب ولا في نفس الوقت كمان رسالة للجمهور الفترة الجاية دعموا اي جاسفة ان يتعاقد مع الاهلي لان الناس بتشتغل عشان حاجة واحدة بس تخلي الاهلي في المركز الاول لما الاهلي اتعاقد مع فيلر الناس قالت اسي في واسي رزاتية ودلوقتي الناس بتتكلم على عودة فيلر لما الاهلي اتعاقد مع موسيماني التجربة الافريقية اللي هتضرب الاهلي الاهلي اميج اعلى من كده حصل القاب وبطولات والناس كنت بتحارب التجربة دي من اول يوم حفظوا على النادي وجمهور الاهلي دايما هو حما وجمهور الاهلي دايما هو لا يفضل حائط الصد لكن رسالتي للناس اللي على السوشيال ميديا ارجوكم دعموا النادي الفترة الجاية في اي موقف بيتعرض له جهاز الفني او في اي موقف بتتعرض له اللعيبة في كل المباراة عشان في النهاية ما نشوفش منشط زي دا على مدرب بيقود الاهلي او على النادي الاهلي بشكل عام في الظل ان يفهم دربين راحوا الفيفا وراحوا المحكمة الرياضية وما تكتبش عليهم اخيرا مشي او رحل او اشتكى او او زي ما انتوا عارفين التاريخ طويل خلال الفترة الاخيرة